الحد الآن عشرات الأشخاص جرى أصدار مذكرات بحقهم أما سؤال حضرتك كيف وزارة الداخلية تضع المعايير الخاصة باعتبار المحتوى هابط أو غير هابط ولعل هذا السؤال يتبادر إلى ذهن الكثيرين وسؤال حضرتك منطقي جدا وهل يمكن أن يؤدي هذا الموضوع إلى في يوم من الأيام قد يكون يتوسع إلى شمول قضية الحريات موضوع بداء الرأي وغيرها من هذه الأمور الحقيقة أجاوب حضرتك اليوم الحريات مبدأ أساسي من ضمن الدستور العراقي وأقصد الحرية بداء الرأي وحرية الرأي مبدأ مهم جدا ونعرف أنه الدستور العراقي إلى علوية على بقية القوانين العراقية لذلك لا خوف على هذا المجال مع كلمة لا خوف على هذا المجال اعتاد على موضوع الرأي لكن الآن إذا سمحت لي حتى توصل الفكرة نعم باختصار لو سمحت الفكرة أنه نعم الفكرة أنه نعم هناك حرية للإنسان للمواطن لكن تبقى هذه الحرية مقننة بشرط أن لا تضر بحريات الآخرين بحياة الآخرين ترجمة نانسي قنقر